اشتركوا في القناة وأنكروا الموضوع جماعة الموضوعات وهمية الموضوع وأنكروا الزات فهو يوفق بين الاثنين لنرى ما زقال الموضوعيون أصحاب الزات وما قاله التجريبيون ثم ننتقل إلى المنهج العلمي الحديث هنا نلاحظ أنه يعني جماعة ما نقول أنصار الزات اتجهه باتجاه الغرب وأنصار الموضوع أو التجربة يتجهه باتجاه الشرق فأجه المختار طبعا المنهج العلمي الحديث فجمعهم قالوا يا أخي طولوا بالكم يعني لا تتخلفوا أنه وأناس راح تشريق وناس راح تغريب تعالى نوفق بين بعضكم بيناتكم فهو يجلس بين هاتين وكان وسيط وفق بين جماعة الزات وجماعة الموضوع فطرح عدة أفكار لكي نفهم هذه الفقرة لنرى أولا ما قاله جماعة الموضوع أصحاب الذات حلقنا نهاية التمهيد ومقدمي إذن الذات المضوع في المنهج العلمي الحديث قال لم يستطع الفلاسفة التجريبيون والعقلانيون أن يتوصلوا إلى اتفاق حول الذات والموضوع في تركيب المعرفة ما توصلوا إلى اتفاق شو السبب؟ هم في تعليلها قال بسبب تباين المناهج التي تتبعها كلا الفريقين في توضيح هذه العلاقة وتحديد طبيعتها فإذا كل واحد متجه باتجاه معاكس للآخر تباين تباعد معنا لسبب تباين المناهج تباعد المناهج اعتمد العقليون شو اعتمد العقليون؟ على المنهج التأمل الميتافيزيقي شو الميتافيزيقي؟ يعني علمه وراء الطبيعة علم مثالي لا يستطيع إدراكه إلا العقل يعني بعيدا عن الحواس ويفترض أن الزاد تمتلك بشكل مسبق ملكات المعرفة فهون اعتبروا أن الزاد هي التي تمتلك ملكات المعرفة أو أدوات المعرفة نظروا إلى الموضوع إلى أنه مجرد ظاهرة محيلة تقوم الزاد بتطبيق عملية المعرفة عليه فإذا شون جماعة العقليون؟ شو قالوا؟ اعتمدوا على المنهج التأمل الميتافيزيقي اعتبروا أن الزاد تمتلك بشكل مسبق المعرفة نظروا إلى الموضوع أنه مجرد ظاهرة محيلة تقوم الزاد بتطبيق عملية المعرفة عليه طيب لنرى ما قاله التجريبيون أما التجريبيون فقد نظروا إلى موضوع المعرفة على أنه جامد ومنعزل عن غيره من الموضوعات اعتبروا أن الموضوع المعرفي هو متعلق في الموضوعات وجامد ومنعزل عن الزت الزت ما لا علاقة فيه ونظروا إلى الزت واعتبروا أن الزت ليست سوى مرأة ينعكس فيها هذا الموضوع فهي ذات أثر سلبي يتأثر ولا يؤثر نحن إذا جبنا مرأة وقفنا هيك وطلنا على شرف البلكون أو على ظهر جبل وعكسنا الطبيعة عليها فشو بيصير بالمرأة بيبين فيها الأشجار والأنهار أو الأشياء الموجودة أمامها فالمرأة هي عبارة عن عاكس إلى الأشياء الموجودة في داخله هكذا نظر جماعة التجريبيون إلى الزال يعني إلى العقد يعني هو عبارة عن مرأة بيشرح الأشياء اللي عكست عليه هكذا نظر التجريبيون عكس العقليون فإذا جاءنا سؤال قارب بين ما قاله العقليون أو التجريبيون عن عملية المعرفة فمنذكر هذه الفقارتان الأثنتان ما قاله العقليون وما قاله التجريبيون العقليون قالوا اعتمدوا أن على المنهج التأمل الميتافيزيقي واعتبروا أن الزال تمتلك بشكل مسبق المعرفة ونظروا إلى الموضوع لأنه مجرد ظاهرة محيلة تقوم الزال بتطبيق عملية معرفة عليها أما التجريبيون نظروا إلى الموضوع الموضوع المعرفة على أنه جامد ومنعزل عن غيره من الموضوعات واعتبروا أن الزات ليست سوى مرآة يعني عكس فيها الموضوع فهي ذات تأثير سلبي يتأثر ولا يؤثر فالخلافة ناتور قوي جدا خلافة ناتور قوي جدا اجل المختار المختار الاسمه المنهج العلمي الحديث وجمع هالطرفين وقالون يا جمع هايك ما رح تتفقوا بحياتكم لذلك لنلاقي حل وسيط يجبع هالطرفين شو قال لنشوف أفكاره اللي طرحه المنهج العلمي الحديث أقام العلاقة بين الزات والموضوع بشكل مختلف عن الرأيين السابقين فهو قيم العلاقة فإنه يقيم العلاقة أو قيم العلاقة بين الزات والموضوع على نحو مختلف عن الرأيين السابقين أعطى نظرة تختلف عن الرأيين السابقين قال أن الزات يؤكد أن أثر الزات لا ينحصر في تركيب المعرفة فقط وإنما ينحصر في أعادة إنتاج موضوعاتها يعني الزات أي عقل الإنسان أو الإنسان ما بيأثر فقط فقط في الموضوعات ولكن يعيد إنتاج موضوعاتها مثلاً إحنا ما نقول الإنسان يزرع الأرض الأرض عبارة عن موضوع فيستطيع الإنسان أن يسوره يستطيع أن يحرسه ويستطيع أن يضع فيها بذر القمح فهو أثر فيها وأنتج محصول اسمه محصول القمح فإذن الزات أثرت في الموضوع هنا طيب شو الموضوع لك؟ قال الموضوع أيضاً قال لا يتوقف على وجود الزات ومعرفتها به فالموضوعات سابقة على كل زات وباقية بعدها إذن نحن هنا نحن عندنا الأرض موجود قبل ما يخلق الإنسان وإذا واحد عنده أرض وحرس أو زرع ثم بعد فترة من الزمان مات صاحب الأرض فهل الأرض تذهب معه إلى القبر؟ لا لا تذهب فإذن هي سابقة عن وجوده وبقية بعده فإذن الزات متأثر في الموضوع والموضوع هو موجود قبل الإنسان وبعد وجود الإنسان كشخص لذلك هو رشوقوا جمعة المنهج العلمي الحديث قالوا وصفوا العلاقة بين الذات والموضوع بأنها علاقة جدلية يعني جدلية إذا جبنا شيئين إثنين بيقول لك جدل الحبلين ببعضهما البعض فربطوا مع بعضهم جدل جدل مرة بيكون ميلة الزات ومرة بيعطيها ميلة الموضوع عملية جدلية أنت تجيبوا مثلا حبلين مع بعضهم وجدلوهم مع بعضهم بطوهم مع بعضهم بصير نجدلهم عملية جدلية هذا اسم عملية جدلية قال لأنها تنشأ نتيجة تأثير متبادل بينهما وليس نتيجة تأثير طرف واحد فحسن إذن هناك علاقة متبادلة بين الذات والموضوع هكذا نظروا جماعة المنهج العلمي الحديث قالوا يا جماعة الذات طولوا بالكم يا جماعة الموضوع طولوا بالكم أن هناك علاقة مترابطة بين الطرفين وقالوا أن العلاقة هي علاقة جدلية فإذن هنا عنا تعليل هام قال توصف العلاقة بين الذات والموضوع في المنهج العلمي الحديث بأنها علاقة جدلية علل ذلك قال لأنها تنشأ نتيجة تأثير متبادل بينهما وليس نأتيج تأثير طرف واحد فحسن رجعه قاله شو الموضوع قال الموضوع رجعه كفه يعني هل بدي يشرحه وقاله كيف العلاقة الجذلي قال الموضوع هو أساس المعرفة صح هو أساس المعرفة ولا يمكن أن تقوم المعرفة بدونه هو أساس المعرفة هو موجودة على الأرض الأشياء التي تحت بنا موجودة قبل خلق الإنسان وستبقى بعد الإنسان لكنها ليست ثابتة بل يتشكل يعني الموضوع ويتحول نتيجة فعل الذي تحدثه الذات فيه وعندما يتطور فإنه يعود ليؤثر في الذات فيغني أفكارها هنا أنا أدرك مثال هنا أنا أدرك لكم مثال المثال أنه إذا بنا نطبخ طبخة إذا أنا بني نطبخ طبخة مثلا أنا لاوي أعمل مثلا اليوم بطاطا مع بنادورة مع لحمي جبنا البطاطا هي موضوع والبنادورة موضوع أجت الزات فرمت البطاطا قطعتها لقطع وجابت اللحمة كمان فرمتها لقطع فهون الزات صار فيه لتأثير في الموضوع وأثرت فيها حولتها شو هون أثرت فيها وطبختها وجهازتها بس لا تشتوها لكثير جهزتها وحطت وأكلت الزات أكلت الأشياء اللي أثرت في الموضوع طيب بعد ما الإنسان يتناول الطعام وتمتلئ المعدة من الطعام ويكتفي من الطعام شو بيصير هون بيجي دور الموضوع هذا الموضوع هو اللي بيعطيه بينهضم في المعدة وبيعطيك الطاقة للإنسان فبيرجع بيأثر فيه الزات هو اللي بيعطيها بيغنيها الدماغ لكي تفكر وتستطيع أن تستمر في حياتها بحاجة لغزاء والغزاء ما الذي يعطي هذا الغزاء هو الموضوع فإذن هنا أساس المعرفة لا يمكن أن تقوم بدونه ولكنه ليس ثابتا يتغير نحن قلنا أننا تأثرت فيه وأثرت في الزات وأحدثتهم الجديد وعندما يتطور فيعود يؤثر في الزات فيغني أفكارها طيب الزات تأثرت فيه وأخذت الطاقة من الموضوع وعندما تتلقت تأثيرا من الموضوع فيها وتتشكل بناء على هذا التأثير ترتد إليه من جديد فتؤثر فيه وتعيد صياغته بترجع الزات صار فيه عندها قوي من يعطيها القوي الطعام الموضوع فالترجع بتشتغل شغلات جديدة ممكن تبني بيت جديد ممكن تعمل أشياء جديدة ممكن تشق طرق جديدة فإذن هالذات والله ما عم تسكت الموضوع هو بيعطيها القوي وهي بترجع بتأثر في الموضوع وتبحث في فرضياتها ونتائجها وموضوعاتها لذلك فإن معرفة الزات بالموضوعات تتطور نتيجة التراكم الهائل الذي تتناقله الأجيال الأجيال إذن المعلومات اللي بتجي للذات منين من المعلومات اللي نحن تعلمناها من أستاذ السنال اللي قبل منها وتعلمناها من المجتمعات الأخرى وتعلمناها عن طريق وسائل الإعلام فصار عنا غنى واسع من المعلومات الزات اتلقت غنى واسع من المعلومات واتنقلناها الموضوعات تتطور نتيجة العمل والتحويل الذين تقوم بهما الزات في هذه الموضوعات لذلك يقال تبقى عملية المعرفة عملية مستمرة متطورة لا يمكن تحديد نهايتها وحصرها وحصر حدودها أنا رح أضرب لكم مثال آخر أنه بداية المدن هي عبارة عن حي صغير عبارة عن كذبين اتطور اتطور كترة الناس عبارة عن الناس اللي تكاثروا بنفس المدينة أو نفس البلدي كبرت أو عبارة عن الناس اللي وافدين إلى هذه البنة فكتروا الناس كتروا كتروا لما اللي بيكتروا الناس الأرض ما بتسعى شو بيساووا بيرجعوا بيوسعوا البيت ممكن يرجع يهندوا البيت القديم ويعملوا عن طريق طبقات بشقوا الشارع في قلب المدينة صار في تكاثر عند الناس فهون الزات شو بدأت ساوي بدأت ترجع تأسفر في الموضوع بتوسع الشارع وهكذا هلا نحن أنا بضرب لكم مثال إن شاء الله وتعالى اللي حج الحمد لله اللي الله كرمه بنعمة الحج منكم واللي ما حج الحمد لله الله كرمنا الحج في 2007 فالنزل بيروح على الكعبي المشرفي أو الحرم النابوي فكل سنة بتلاقي فيه تجديد فيه تجديد فيه توسعة فيه لذلك الناس عبتتكاثر فدائما وابدا فيه تأثير للموضوع الموضوع ايش كيف يأثر بالذات انه بصير ضيق المكان والناس بصير كتيري فبيرجع بيه الإنسان بيوسعه وهكذا تستمر العملية له نحن بيكون انتهينا من المنهج العلمي الحديث هذه هي أهم أفكاره السؤال الآن السؤال الآن راح ابدأ من عند قمر أحمد توصف العلاقة بين الذات والموضوع بأنها علاقة جدلية على ذلك سبب تباين المناهج التي اتبعها كل الفريقين في توضيح هذه علاقة تحديد طبيعته أحسنتي لم يستطع الفلاسفة التجريبي والعقليون أن يتوصلوا الارتفاق حول علاقة ذات الموضوع في تركيب معرفة على ذلك خولة خالد فضل يا خولة سأعود ذلك إلى تبين مناهج الذي اتبعته كل الفريقين في توضيح هذه العلاقة وتحديد طبيعتها أحسنتي إذا أجعنا سؤال توصف العلاقة بين الذات والموضوع بأنها علاقة جدلية على ذلك قال الجواب لأنها تنشأ نتيجة تأثير متبادل بينهما وليس نتيجة تأثير طرف واحد فحسن أما إذا جاءنا سؤال آخر لم يستطع الفلاسفة التجريبيون والعقليون أن يتوصلوا الارتفاق حول علاقة ذات الموضوع في تركيب معرفة على ذلك قال الجواب بسبب تباين المناهج التي اتبعها كل الفريقين في توضيح هذه العلاقة وتحديد طبيعتها تحديد طبيعتها